أوكلاند كمنافس ليه النادي الآلي في هذه المواجهة إيه اللي يقلق؟ إيه اللي يقلق ممكن النادي الآلي من أوكلاند؟ خلينا نقول الأول ناخد من كلام جيمي ونكلم على أوكلاند كفريق هو فريق يعني أكتر عشوائي منظم في نيوزلندا هو دوري لما تفرج عليه كله هو دوري عشوائي بشكل كبير جدا كله عنده هو أكتر فريق منهم عنده لنمط لنمط شكل واضح لحد ما لحد ما وده منظم بدرجة بسيطة وكرة في نيوزلندا من كتر العشوائية كان فيه لعب إسباني موجود في فريق أوكلاند سيتي قالك أننا بنروح المباراة اللي بنلعبها في الحضائق العامة بنروح نلعب في الحضائق العامة بيخططوا الحضائق العامة دي ونحط الجنين ونلعب المباراة بدرجة نحن ما بيبقاش لنا غرف خلع ملابس وما بيبقاش لنا حمامات وما بيبقاش لنا أي حاجة وده عمري ما شفته في حياتي فدي درجة العشوائية اللي موجودة هناك في الكرة النيوزلندا وتواضع المستوى هنتكلم على من ناحية الأهل يقلق من إيه من أوكلاند سيتي أو أوكلاند سيتي في المرحلة الهجومية أو الخطورة اللي على الأهل هتكون من إيه في الناحية الهجومية هي أن أوكلاند لما بيوصل للتلت الأخير من الهجمة بتاعته أو قدام الجون بيكون اعتماده بشكل كبير جدا أنه يخلق زيادة عددية كبيرة جدا في منطقة الجزاء بيتم بناء اللعبة من تمريرات كتير بشكل عرضي وبعدين بشكل طولي لكن في النهاية بيحاولوا دايما ينهو الهجمة من على طرف الملعب مع خلق زيادة عددية كبيرة في منطقة الجزاء وحوالين منطقة الجزاء اللعيب رقم 10 عندهم لعيب مهم جدا بيعمل دايما المساندة سواء يمين أو شمال بيحاول يبقى اللعب الثالث الحر اللي بيساعد أن يتم الاختراك من الطرف أو بيكون موجود على حدود منطقة الجزاء اللعب رقم 11 عندهم لعيب مهم جدا برضو بيبقى موجود على الطرف العيمن وأوقات بيخش كمهاجم تاني فهذه خطورتهم معنا الحالات بتاعتنا الهجومية لما نيجي نبص دايما هتلاقي فيه وادي واحد كرة عرضية مركزة على لعب في منطقة الجزاء هنا هذه زيادة عددية كرة عرضية كم لعب وصلوا لمنطقة الجزاء هي تركيزهم كله زيادة العددية داخل منطقة الجزاء بعد كده بص كم لعب في منطقة الجزاء يا كريم حوالي خمس أو ست لعب موجودين في منطقة الجزاء هنا الكرة بتروح للطرف هينقلها يوديها للطرف في الناحية التانية كل التركيزهم منهم يوصلوا في الآخر لطرف الملعب بص كم لعب هبقوا في منطقة الجزاء لحظة النهاء الهجمة هنا هي الضغط بتاعهم هي تعال الكرة برضو الهجمة بتاعتهم على طرف الملعب معها على طول اللعب بتنقض على منطقة حوالي ثلاث لعب أو أربع لعب في منطقة الجزاء هنا اختراق من طرف الملعب ادي واحد اتنين تلاتة والجناح العكسي بيدخل ودي لعب نص كمان بص داخل على طول مباشر لمنطقة الجزاء عشان يستلم الكرة اللي جاية بص في لحظة الكرة كان واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمس لعيبة في منطقة الجزاء وده اللي دايما بيشتغل عليه انه يوصل للتلت الأخير من على طرف الملعب يبقى دايما على الأقل فيه ثلاث لعيبة جواه منطقة الجزاء مع اثنين لعيبة على حدود منطقة الجزاء عشان الكرة التانية ودي تركيزهم الأكبر في الهجمات والنمط المحدد اللي بينتهجوه في المرحلة الأخيرة هو نمط صحيح بس حتى من اللقطات اللي انت وردين عشوائية جدا بكمية عشوائية مفردة طبعا عشان كده احنا قلنا في الأول هو يعني العشوائي المنظم عشوائي المنظم